في السجن ينتظر منتظر وعلى الطاولة ينتظر القرار وبين أوراق المهاترات يضيع حق العراقيين والعراقيات أما الحكاية فهي المؤلمة التي يضيع فيها العراقي مضحيا بروحه ودمائه لأجل العراق وللتضحية من عائلته نصيبة فأولده وأشقاؤه وأمه المكلومة فقدوا حياتهم وأصيبوا بجراح عميقة وإصابات بليغة بعد إن كانوا ضحية تفجير سوق الوحلات في مدينة الصدر عام 2021 مصيبتي اللي هي تشبيرة وأنا خاسرة خمس أولاد شهداء في دول الأراق والوطن أريد تناصفوني وبطلقت ابن منتظر جبار عبد الله اللي هو السجين مجلس القضائل على الأناجدة ابني اتعاطى لأن الألب كنش طو حكاية منتظر جبار عبد الله الذي أصيب دفاعا عن ثرى العراق إذ كان يعمل في الجهد الهندسي أثناء المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي لكنه مني بتهشم في الحوض نتيجة تفكيك عبوة الناسفة في أحد المنازل وتعرض لإصابات بليغة في جهازه التناصري والظهر نصيب منتظر أن يتلقى علاجا مهدئا لتخفيف الألم لكنه اتهم أنه ضمن قائمة المتعاطين ما أودى به إلى السجن بحكم خمس سنوات قضى منها ثلاثة القضية التي أثارت الجدل أحدثت مسجا مع قضية عفو أصدر بحق أشخاص اكتشف فيما بعد أنهم تجار للمخدرات أثار الغضب الشعبي حينها أوراق قرار العفو الذي أنهه رئيس الجمهورية بإلغائه لمحاسبة متعاطين مخدرات تلك الرواية أثقلت كاهلة جبار وعائلته ما جعل نداء المناشد قاهرا يدق أبواب المسؤولين للإفراج عن منتظر رسالة عاجلة تنطق بها أمه وشقيقته هو جريح هو جريح أريدكم مطلعون لأنه هو نظر عيني راح النظر مع العيني هو منتظر نظر عيني أريدكم مطلعون وما شعلكم السيدة زينان أما الرسالة الأهم فقرار العفو الإنساني أو غيره من القرارات يمس حياة المواطن المظلوم أو كقصة جبار الذي ضحى لأجل بلاده لكنها لا تنقذ حياة العراقي الضحية بفعل خلافات حزبية أو توجهات متضاربة هنا وهناك قد ترهق ما تبقى من صبر العراقيين على المصائب وما أكثرها في بلاد الرافدين اشتركوا في القناة